وعن محافظة إربد فقد كشف مسؤول ملف كورونا في الشمال دكتور وائل هيجني خلال اتصال هاتفي أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت مئات الفحوصات التي كانت نتيجتها سلبية مؤكدا أنه ولله الحمد لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس في إربد لليوم السادسي على التوالي تكمل فرق الاستقصاء اليوم أعمالها في محافظة إربد خاصة مع وجود الحظر الشامل وإحنا اليوم برزقة عطوفة محافظة إربد جاءنا من جولة في الأغوار الشمالية وفكرينة بالذات والتي كانت أحد البؤرة التي تم عزج بعض المواطنين فيها نجيزة المخالطات لأحد أشخاص على كل الفرق تستمر تم إجراء النئاس من الضحوصات منذ أمن اللي أجرت بالضحوصات التي تكملت سلبية وإحنا في اليوم الثالث في الغنية الآن ويستمر محافظة إربد في حونها لم تفجل أي إصابة فرق الاستقفاء الوبائي اليوم انطلقت بعد أن انتخف بالحقوبة في حفظ إربد لاستثمال العمل مع الناسل السكنية التي تم حجرها قبل 14 يوما في مساكن صنم العرب إن شاء الله سنتمسكن اليوم وغدا من إغلاق هذا الملف باتجاه إغلاق ملفات فخرى عملت شرق الاستقفاء الوبائي على استعمال ملفاتها الوضع الشكل يربع جيد مستقر الارتزام بالحضر بشبه تام أو تام في الحقيقة باتجاه من الأغوار وانتهاء من الرمسة والأمور إن شاء الله بقوله مثل ما هي وإنصاب الوطن بيكون خير دائما اشتركوا في القناة